ما تيجون اتكلم عن الهارب شوية نعرف عنه حاجات هو ما يعرفهاش ونعرف عنه حاجات كمان هو مش عايز حد يعرفها تعالوا النهاردة الحلقة تكون عن الهارب هنتكلم عنه بشكل عام مش على الطاقة بتاعته هنتكلم عن شخصيته طريقته تفكيره مشاعره يحس بايه ولما نتكلم عنه ونعرف عنه التفاصيل دي كلها ساعتها هنقدر نحدد هو دي طاقة بتبقى كده معاكو عماكو الروح ما تنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو علشان الفيديو ينتشر و يقدر ان هو يوصل لكل توائم الشعلا وكمان ما تنسوش الاشتراك في القناة وطبعا تفعيل الجرس علشان فيديوهاتي كلها توصل لكم اول ما تنزل على طول يلا ننمي ونتكلم على الهارب ونشوف كده الهارب ايه شخصيته ايه طبيعته بيخاف من ايه وبيهرب من ايه الهارب بيحس بكل حاجة الهارب بيحس بقلم الانفصال بيحس بكل حاجة انت حاسس ان هو مش بيحس بيها مين هو الهارب في توائم الشعلا وليه اصلا بنقول عليه هارب وايه الموضوع ده كله اه الشخص اللي بيبقى في توائم الشعلا بيكون اه مش مستيقز قوي او اقل استيقاظ هو بيكون الهارب وهو اه يعني اول حد دايما بيبدأ بالانفصال او بي يعني بيمنع ان العلاقة تفضل ماشية زي ما هي بان هو بيعمل فصلة كده تحس ان هو فصلة كده في العلاقة فجأة وتحس ان هو ايه اختفى واختفاءه ده بيكون هو الهروب ودي اه يعني صفة فيه اه بترتبط عادة بي اه لان هو بيكون عنده اسباب لده ايه هي بقى الاسباب اللي بتخليه هو اه هارب وازاي اصلا انت تعرف اذا كنت انت هارب ولا مطارد كتير قوي من الاسئلة اللي بتجي بتجي اللي هو انا هارب ولا مطارد انا مش عارف انا مين انا مش عارفني انا تهت مني هو انا هارب ولا مطارد والاسئلة دي بتيجي في دماغك انت كتوقم شعلى في اول العلاقة وفي نص العلاقة وفي اخر العلاقة من اول ادراكك بان انت توقم شعلى بتبدأ في الحيرة هو أنا مين؟ أنا طب مطارد؟ ولا هارب؟ ولا أنا الاتنين؟ كده بتفضل بقى فهم اللي هو ولا أنا جوايا الاتنين في بعض عيوة بتخش بقى في مودي الأغنية دي بالضبط كده مش عارف أنا مين واللغبطة دي غالبا يعني بنسبة 100% بتجي في النص لازم في العلاقة دي بتشك في نفسك وبتشك في العلاقة بس خلينا انك بتشك في نفسك انت مين في العلاقة دي كمية لغبطة ومش طبعية فخليني أكلمكم في الحلقة دي إزاي تعرف انت مين وإزاي ما تبقاش ما تلغبط وإزاي تعرف كل الحاجات اللي جواك ليها أسئلة كتير دي طبعا بتتسائل في الكومنتات بس أنا مش هعرف أجاوب في الكومنتات على كل حاجة للأسف الاستشارات عمرهما بتبقى في الكومنتات يعني بيبقى صعب جدا 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 وطبعا لما بتجي لي في رسائل مش بالحق أرد عليها كلها لإن أنا يعني يعني أنا لفخة جدا يا جماعة في الموضوع ده بجد مش بعرف أرد على كل الحاجات وممكن رد على حد واحد تكون رسالة طويلة قوي بس إن شاء الله هنظم الموضوع ده يلا نتكلم كتير قوي عن الهارب إيه الحكاية بالضبط في رحلة توقم الشعلة وإيه حكاية الهارب والمطارد خلينا نبدأ القصة من أولها لما بيهرب واحد من آآ الاتنين في علاقة توقم الشعلة بيتاردوا التاني في محاولة بتكون محاولة يائسة إنه يحافظ على العلاقة دي ممكن إنه الموضوع ده يكون زي تجربة مؤلمة جدا حاجة يعني بتوجع مش سهلة زي ما بنحكيها بس بتكون ضرورية جدا للشفاء والنمو لهم هما الاتنين في الفيديو ده هنتعمق في شوية حاجات معقدة جدا عن الهارب وكمان المطارد علشان نعرف انت مين بس من لي إحنا مركزين النهاردة عن الهارب والمطارد هيكون كده إيه يعني في الخفيف وبردو هننم عليه تاني طبعا اتكلمت عليهم هما الاتنين قبل كده في القناة بس الفيديو ده مختلف وكل مرة أحب أتكلم و وزود عنهم حاجات مختلفة وجديدة طيب ليه الهارب أصلا بيسيب العلاقة ويمشي أو يجري أو يهرب أو كل الحاجات دي دايما الهارب بيهرب هو اللي بيهرب وعشان كده سموه هارب بيهرب من إيه؟ بيهرب من الارتباط الشديد جدا في العلاقة دي بيهرب من المشاعر القوية والسبب ده ممكن يكون سبب هروبه هو الخوف أو صدمة من صدمات الماضي أو حتى ممكن يكون الإيجو أو غروره وده بيخلي الهارب يبعد عنه توقمه المطارد ويزقه بعيد عنه ويحاول يدور على المسافة بتاعته ويهرب زي مثلا ممكن يكون قبل كده مثلا حصل له في قصة ما في حياته أنه تعرض لأذى بسبب علاقة فاتت أو ده فبيخف من أنه يحصل له كده تاني ويتعرض للأذى مرة تانية مع العلم يا جماعة أنه الهارب حساس جدا 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 فلما بقولكم هو يتعرض كده ده كأنه بيتعرض لحادثة حادثة كبيرة يعني هو الموضوع بالنسبة له مأساوي يعني أنه هو يتجرح وأنه هو يتأذي في علاقة ده حاجة مش سهلة زي الكابوس وعلشان كده بيهرب من أنه هو يحصل له كده وده بيخليه أنه هو يبعد عنه توقمه المطارد ودايما بيميل الهارب أنه هو يكون منطقي وقاعي يعني مش ماشي على هوا قلبه لأ هو ماشي بيحاول أنه هو يكون بيفكر بالعقل لأنه واضح أنه لما شغل قلبه قبل كده اتكسر فعشان كده هو عنده الحتة دي كده طيب هو بيركز كمان أقل من المطارد على حتة العطفة زي ما قلت لكم فمحتاج أنه هو يعالج اللي حصل له ده محتاج أنه هو يعالج مشاعره محتاج وقت علشان كل ده يحصل فبيفضل يهرب وهيفضل يهرب لحد ما يصلح اللي تكسر جواه ممكن الهارب يكون بيخاف كمان من النمو الروحي اللي بييجي مع ارتباطه وقام الشعلة وممكن يكون مش مستعد أصلا للمستوى ده من التغيير في حياته وده بيخليه طبعا أنه هو يهرب 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 هروب اضطراري مش بمزاجه وفي بعض الأوقات ممكن ما يكونش خالص الهارب واخب باله يا جماعة أنه هو بيهرب يعني ما بياخدش باله نيته أنا ههرب لا خالص والله هو بيهرب زي ما بقول لكم كده بدون شعور أنه هو بيهرب هروب يفتكر أنه ده رد فعلا عادي منه حاجة مزع عليه يعني بيكون الموضوع مشوش شوية في دماغه ممكن يبقى عايز يبقى لوحده شوية أو محتاج أنه هو ياخد وقت مع نفسه شوية من غير ما يبقى واعي لده فبيهرب في محاولة أنه هو يحمي نفسه من الضعف وهو بيكره أنه هو يبقى ضعيف وبيحاول على قد ما يقدر بطريقة مرعبة أنه هو يحافظ على قوته وكمان بيهرب من الالتزام بشكل عام ما بيحبش خالص كلمة الالتزام دي أنا مش عايز ألتزام بأي حاجة أنا ما قلتش حاجة كده على طول فهو ممكن يحاول أنه هو يركز على حياته مثلا المهنية أو حتى أنه هو يبدأ علاقة جديدة ملايش أي تلاتة لازمة وعشان كده هو متعدد لعلاقات ساعات بينطف أي حوار عشان خاطر يهرب من اللي هو عايز يهرب منه وخصوصا علاقة توقام الشعلة لأنه ما بيتعرضش لده كتير مش بيتعرض لعلاقة حقيقية كده كتير في حياته فالموضوع بالنسباله بيبقى عامل زي فيلم رعب بالزبط كأنك دخلته فيلم رعب فهو مرعوب فبيخرج يجري ويهرب مرعوب فيخش في أي حاجة يخش في أي علاقة في أي حوار وده المشهد باختصار بس بعد ما بيعمل كده وبيهرب كل الهروب ده فجأة بيدرك أنه لسه مرتبط ومرتبط بعمق كمان بتوقامه ومع ذلك ممكن يحس بالزنب أو أنه ما يستحقش كل الحب الغير مشروط ده ويفضل مستمر في الهروب مهما كان السبب فالهارب في توقام الشعلة ما حدش يقدر ينكر ده خالص بيعاني من اضطرابات داخلية وبيحتاج لوقت علشان يقدر يتغلب على كل الاضطرابات ده فهو تصرفاته ده الهارب بيحس بشوية مشاعر كده منها الخوف والارتباك وبيكون قلقان ومضطرب ومتوتر جدا جدا زي مثلا بيحس مثلا بانجذاب قوي جدا 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 للمطارد بس بيقاوم الاحساس ده علشان مخاوفه وبدل من كده بيتوتر اكتر من شدة الاتصال بتوقامه وعمقه وهو بيحاول ان هو يبرره او يبعده عنه وطبعا بيختار الحل الاسهل ان هو يبعده ويهرب ممكن الهارب يحس كمان بالزنب لانه ضر المطارد والله بيحس بالزنب يا جماعة انا عارفة ان انتو يعني ايه في اللحظة اللي انا بقول فيها كده دي عاديم تشتموا في الهارب وتقولوا استحيله وكده بس هو بيحس بالزنب يعني هو مش بني ادم وحش كده عشان كده انا كنت بقولكو هو ليه بيعمل كده مفيش حد بيعمل كده وخلاص لو توقع مشو على الحقيقي الهارب بيعمل كده لأسباب وقدينا بنتكلم فيها مع بعض وبنتناقش وممكن نختلف وممكن نتفق فبيحس بالزنب علشان ضر او ازا المطارد لما هو ايه هرب كمان ممكن ان هو يكون مفتقد جدا 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 بس بيحاول انه احساس انه المطارد وحشه قوي والحاجات دي حطها كده علشان ان هو يحافظ على الانفصال يعني الهارب بيحافظ على الانفصال والمطارد بيحاول يحافظ على العلاقة فهما ما شاء الله ماشيين عكس بعض وفي بعض الاوقات كمان ممكن الهارب يقنع نفسه بانه هو صح جدا وانه ده احسن حل وده احسن طريق علشان يحمي نفسه من الالم المحتمل ومن الحاجات الغريبة جدا ان الهروب يعني مش هيؤدي الا لزيادة الالم عنده هو كمان وكمان يعني هيبقى مش احسن طول ما هو بيهرب بس طبعا طول ما المطارد قاب بيطارده هو ما بيحسش بالحاجات دي غير لما المطارد بيبطل بالنسبة للهاربين اللي بيدركوا اصلا ارتباط توقم الشعلة وامكانية النمو فهو ممكن يحس بالندم بسبب الهروب ده وممكن كمان يحس انه زي ما قلتلكم مش بيستحق الحب الغير مشروط ده كله بيحس ان الحب ده كتير عليه وده بينبع من صدمات الماضي او انه دايما بيشك في نفسه انه ما يستحقش الحب عنده الحتة دي يعني حتة جرح كده من جروحه كده بين قوي يعني من المهمة جدا للهاربين انه هما يعالجوا مشكلتهم الاساسية وانه هما يحاولوا يشفوا نفسهم علشان يقدروا يوصروا للاتحاد توقم الشعلة ويقدروا يوصروا لانه هما اصلا يعرفوا يعيشوا حياتهم وهم مبسوطين لانهما كده كده اصلا مش عايشين حتى من قبل ما يعرفوا توقم الشعلة او يقابلوا توقمهم فهم كده كده جروح الماضي دي مأيديهم وخانقهم ووجعاهم لحد النهاردة الهارب يعني او بيهرب بس هو ما بيكونش كده بالضبط هو بس بيحط مسافة زي ما قلتلكو علشان يقدر ان هو يحمي نفسه فبيحط مسافة عاطفية وجسدية بينه وبين توقمه هو مش بيحاول ان هو يأذيك متعمد لا الهارب يعاني هو كمان بس الفرق الوحيد هو انه على الاقل انت كمطارد بتبقى عارف سبب معاناتك ايه لكن هو لا دايما هو بيحاول يكتشف الموضوع لوحده وكده كده لو قلتله ما بيصدقش من الاول وده معناه ان هو غالبا يعني ما بيبقاش فاهم ايه اللي بيحصل حواليه ببقاش واعي للموضوع فبيعاني اكتر والله ما بيبقاش فاهم ايه حاجة الهارب يعني بتحس كده ان هو فاقد الوعي مش مش واعي خالص مش مثلا عنده وعي بسيط لأ هو فاقد الوعي بتحس ان هو نايم هو مش فايق اصلا عن طبيعة العلاقة دي يعني الطبيعة الحقيقية للعلاقة دي هو مش مدركها خالص في الوقت اللي هو بيهرب فيه اوي ده عادة ما بيكون عارفين كانه نايم عن الجانب الروحي ليه ما فيش خالص مش موجود خالص في الحتة دي فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فهو ما يعرفش حتى الفرق ما بين توقم الروح وتوقم الشعلة مش شاغل نفسه خالص بموضوع العلاقات ده بيكون الهارب بيحاول يتجنب اي حاجة ممكن تدايقه فبيهرب منها ممكن ان هو يعني الاساس عنده انه هو دايما بيعمل مسافة حواليه بينه وبين اي حد بيتعدح دوده فالعلاقة دي علاقة بقى بتتعدح دوده تماما معاه فهو مش فاهم في ايه اللي بيحصل مش بيعمل ده عشان يأذيك هو بيتجنب ان هو اي حاجة تحصل ممكن تقلمه هو او تجرحه هو فممكن يتجنب مثلا اي نوع من انواع النقاش معاك اللي بيكون يعني يرايح على خناقة او كده هو بيتجنب خالص الموضوع ده اول ما الموضوع هيبقى داخل في خناقة هو ما بيتخنقش هو بيهرب على طول او بيتجنب المواجهة عامة بكل ما فيها ما بيحبش خالص المواجهات وان هو يبزل مجهود وكده فبيبزل اا اقصى مجهود ان هو يتجنب المواجهة والخناء وبصه وبيحاول يحافظ على سلامه بكل الطرق الممكنة سلامه وهدوءه النفسي وايه فبيهرب يتقع وقع كده مع نفسه وياخد جنب مع نفسه وكده هو بيبقى تمام جدا وطبعا المطارد قاعد بيطارد فام ريحه نفسيا ما هو موجود هيروح فين شايطير يعني فبس بقى الغريب جدا انه ساعات بيكون عنده عذر انه يبعد فعلا عن المطارد ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا نأكد على فكرة الخوف هو اللي بيخلي الهارب يهرب فبيكون الهروب ده هروب اضطراري مدفوع بالخوف من غير ما هو يعرف ده فبس هو بيحاول يقولها النفسه بطريقة منطقية يعني هو مش هيقول للنفسه انه هو خايف لا يعني هو برضه بيقنع نفسه تمام وانه مش مستعده اصلا للعلاقة دي فالفكرة كلها انه هو خايف من هو يتعرض لأي أزا أكيد مش هيقول كده ولا هيقول انه هو محتاج انه هو ياخد مساحته او ده بس في الحقيقة هو بيهرب من الخوف من الخوف من العلاقة دي من خوف من انه هو يخش حتى في العلاقة دي او يخش في علاقة حميمية كمان لا هو خايف من كذا حاجة هو ما بيبقاش واعي خالص للألم اللي بيسببه للمطارد خالص هو كمان بيكون يعني المشكلة في انه هو كتير جدا من الاوقات مش بياخد ويدي مع المطارد بطريقة منطقية يعني مثلا ممكن الهاري بيبقى مداء جدا 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 بسبب حاجة حاجة بتكون صغيرة جدا جدا مش مهمة اصلا بتلاقيه انسحب وقفل كل الابواب بالكامل بلوكات وكل حاجة في كل حتة ما بيديش فرصة اصلا المطارد ان هو ينتقى يتكلم معي اخد ويدي لا 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 بيهرب هروب مش طبيعي مش طبيعي على الاقل حاجة امس واختفاء فغالبا ما بيكون الهارب هو اللي بيعاني اكتر من المطارد من التغيير ممكن ان هو يعني يوضح ده بشكل مختلف لكن هو بيبذل اقصى مجهود علشان يخلي المواضيع زي ما هي بيكون عنده وجهة نظر مختلفة للعلاقة شايفها المفروض تكون بشكل مختلف مش عايز يخش في حتة ان هو يبقى مضمن للعلاقة دي يعني هو بيحاول يخرج من الحتة دي ومش عايز يضمن المطارد مش عايز يحس انه ما يقدرش يعيش من غير العلاقة دي فمش عايز يغرز في العلاقة دي الموضوع ما بيكونش سهل على المطارد خالص بيشوفه بطريقة مختلفة تماما ويعني بيشوفه الهارب على انه امان لجنة المطارد بيشوفه العكس تماما الهارب كمان يا جماعة بيتئذي زي ما بيئذي المطارد بيتئذي جامد وده هيبان في الآخر على عكس بقى المطارد فالمطارد بيكون هو بقى ايه المستيقظ في العلاقة دي وبيكون حتى مش فاهم ايه اللي بيحصل بسه هو مستيقظ وكمان كأن فيه حاجة بتناديه هو ماشي ورا حاجة بتناديه في العلاقة دي مش بيقدر انه هو يعني يتجاهل النداء ده خالص خالص بيحس ان فيه رسالة واضحة جدا ليه وفي بعض الاوقات كمان بيكون مركز قوي في تفاصيل العلاقة دي وبيكون عنده دافع احساسه وحدثه ومشاعره هما اللي بيدفعوه للعلاقة دي بيكون زكي جدا وعاطفي جدا وعنده زكاء عاطفي وكمان بتلاقي المطارد عنده حتة اللي هو الانجذاب للمغامرة بيرسكة عادي جدا بيواجه بيعرف يواجه قوي مخلص جدا جدا كل الحاجات دي باختصار عن المطارد لان الحلقة مش ليك يا مطارد فلو انت فيك الصفات دي انت مطارد ولا ايه قول لنا في الكومنتات ولو انت عرفت الفرق كمان بحاجين نعرف انت مطارد ولا هارب ولا لسه معرفتش انت مين فيهم بالزبط ومتلخبط لو مش عارف اسألني في الكومنتات بس باختصار يعني كنت معاكم عماك الروح يارب تكونوا استفدتوا من الحلقة دي وعرفتوا انتو هاربين ولا مطاردين اسوفكم على خير في الحلقة اللي جاية ان شاء الله